بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم في معايشتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه أردت أن أجعل حلقة نتأمل فيها حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس لنراه ميسرا متواضعا محببا الله جل وعلا إلى خلقه وإذا أردنا نتحدث عن التيسير أيها الإخوة الكرام ينبغي أن ندرك جيدا أن التيسير يسري في هذه الشريعة العظيمة كسريان الماء في عروق زرع أو النبات تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث إلى معاذ بن جابر رضي الله عنه ويتحدث إلى أبي موسى الأشعري فيقول لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ويقول وهو يخاطب الأمة كل الأمة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيصره ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ألم تقل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تتحدث عن النبي العظيم فتقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أمرين إلا اختار أيسرهما في أمرين أمر ميسر أمر في شوات شدة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الأمر الذي فيه تيسير لأن الله جل وعلا أراد هذا بالأمة حين قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لأن الله جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وهنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يبدأ التيسير من أول خطوات انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو حين أراد أن يحج ماذا صنع قالوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رحل رث في رحل رث كم يساوي أربعة دراهم لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليشتري إزارا مؤينا ولا رداء مؤينا ليكون ليحمله في شيء معين أبدا مطلقا وإنما كان رحله صلى الله عليه وسلم عبارة عن إيه رحل رث قطيفة لا تساوي أربعة دراهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق بهذه الصورة حتى يعلم الناس ألا يكلفوا أنفسهم يأتي إليه بعض الناس ويسأله صلى الله عليه وسلم في صنيعهم يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عشرة اللي هو يوم العيد اللي هو يوم النحر اللي هو يوم الأطحى ماله لماذا بالمناسبة سميه يوم الحج الأكبر لأنه معظم أيام الحج فيه هذا اليوم هو فيه نحر فيه الرمي جملة العقبة فيه الحلق أو التخصير فيه الطواف بالبيت فيه السعي بين الصفة والمرو كل هذه الأعمال موجودة فيأتيه الرجل يقدم على النبي فيقول يا رسول الله زرت قبل أن أرمي زار أي زار البيت الحرام أي طاف بالبيت الحرام قبل أن أرمي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيقول يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ده واحد تاني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج يأتي آخر يا رسول الله زبحت قبل أن أرمي لا حرج رميت بعدما أمسيت لا حرج هذا التيسير النبي صلى الله عليه وسلم يوسر على الأمة لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس في فعلهم في الحج كما فعل وإلا سيكون هناك نوع من أنواع التعسير والتجديد على الناس سفيان يقول التيسير لا يحسنه كل أحد التيسير لا يكون إلا من ثقة أما التجديد فيحسنه كل أحد إلا عايز يشدد ده ساهل أوي إن هذا حرام وهذا حرام لا الأمر يحتاج إلى نوع من أنواع نوع من أنواع التيسير على خلق الله ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن ركن أو أحد واجبات الحج وهي الحلق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراغب الناس فقال اللهم اغفر للمحلقين فقال المقصرون وللمقصرين يا رسول الله فعاد النبي وقال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله فعاد النبي وقال اللهم اغفر للمحلقين فلما رأى إصرار الناس قال وللمقصرين لم يشأ النبي الناس باع عنها ترحت عجل لابد أن يحلق الإنسان وشعره هذه سنة سنة تبوى التقصير والتقصير سنة أيضا سنة ابن حزم رحمة الله عليه ويتحدث يقول من قال بأن التخصير ليس من السنة أو حتى عدم الترتيب في أفعال الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من السنة لكنه ترك الأولى والأفضل الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من التيسير أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في ميناء يوم تمانية لهو يوم التروية يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم في قصر جمع قصر يقصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وهو في ميناء القصر في ميناء أما الجمع والقصر فيكون في يوم عرفة فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الظهر مع العصر مع القصر نعم القصر لماذا نوع من أنواع التيسير حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة صلى المغرب والعشاء أيضا جمع تقديم لماذا؟ هو يريد أن يسر على خلق الله ليس شرطا في هذه اللحظة أن يقيم الإنسان الليلة لا مطلقا وإنما الناس مجهدون متعبون في سفر في نسق هنا يسر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس هذا الصين بالمناسبة لو أن إنسان أراد أن يقيم الليلة في ليلة المزدلفة وفي مزدلفة نقول له النبي لم يفعل هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لماذا؟ لأنه أراد أن يخفف على خلق الله لكن لو أن إنسان أراد أن يشتهد وأن يتعبد وأن يقيم الليل نقول له لا تلزم غيرك عليك بخاصة نفسك ولا تلزم غيرك بعبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا بد أن نعيش مع التيسير كونوا ميسرين مع الناس في الحج وفي غير الحج فمن يسر على خلق الله يسر الله جل وعلا عليه ومن شدد على خلق الله شدد الله جل وعلا عليه لكن شرط شرط أن يكون التيسير حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسب ما جاءت الشريعة فإن كان بهوا هذا لا يعد تيسيرا وإنما يعد تسيوبا ونلتقي بعد الفاصل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ستعدنا عليكم مرة ثانية ونحن نكمل الحديثة في معايشتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ميسرا متواضعا محببا الخالق إلى الخلق هذه وظيفته وتلك طبيعته وهذه سجيته أنه يحب التيسير والتواضع خلق أصيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو قد التواضع ثوبا لكان للنبي صلى الله وسلمه عليه ألم يقل النبي صلى الله وسلمه عليه وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فيه شيء مقابل شيء تواضع لله لابد أن يرفعه الله الله جل وعلا هو الذي يعطيه هذا الأمر في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله وسلمه عليه إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد هتفخر على إيه وعلى مين وبإيه وليه هذه أمور ثابتة موجودة في الشريعة الإسلامية لكن في الحج هذا الأمر يظهر أكثر وأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى نتعلم نحن من النبي صلى الله وسلمه عليه شوف تواضع تعدام عليه الصلاة والسلام تواضع يعني كان الناس يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جلس بين أصحابه أين محمد؟ أيكم ابن عبد المطالب فين النبي بتاعكم؟ ده كلام الناس أيكم ابن عبد المطالب يشيرون للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له مكان معد ولم يكن هناك مكان مفتفع أبدا ولذلك يأتي الحج بقى لنرى النبي صلى الله وسلمه عليه يحج فيما يحج فيه الناس ليس هناك موكب مخصص له صلى الله وسلمه أبدا وماشي يمشي النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في وسط الناس متواضعا يشرب مما يشربون ويأكل مما يأكلون وينزل في المكان الذي ينزل فيه ويفعل مثل ما يفعله حتى إذا جاء أمر النحر وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مئة ناقة معه مئة ناقة صلى الله عليه وسلم يقوم فينحر بنفسه إنحر عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين ناقة تلاتة وستين ناقة ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب طبعا العلماء قالوا تلاتة وستين إشارة إلى عمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما مات عليه صلى الله عليه وسلم يركب النبي صلى الله عليه وسلم يركب واحدة لا بل تارة ليأخذ الفضل بن العباس بن عمه وطارة ليأخذ الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لا يركب واحدة وإنما معه غيره لكن من هنا لفطة رائعة نبي كم يأخذ مين لا يجعل معه كبار الصحابة وإنما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة عارفين صغار الصحابة برضو ليه لأن هؤلاء من يحملون العلم سامى بن زايد الفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين حتى يحملوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ويتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقيه للناس يركب النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس معه إلا دابة واحدة عليها طعامه وعليها شرابه ويركب النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الدابة فكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل وكانت زاملته زاملة يعني إيه؟ يعني هي المتاع عليه الأكل عليه الشراب عليه هو كمان يركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أعجب ما كان في حجه صلى الله عليه وسلم لكي تشوف النبي بيتعامل مع الناس إزاي طبعا نعرف إن من ضمن واجبات الحج يعني الحلق فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحلق انتهى النبي كما يقول معمر بن عبد الله وهو الرجل الذي يحلق للنبي الحلاق بتعنب عليه الصلاة والسلام انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من النحر بنفسه يقول معمر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه تعال يا معمر ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي معمر رضي الله عنه وأرضاه وجهه في وجه معمر فقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه يقول له أنه راسي وداني موجود بين إديك وفي يدك الموسى معمر بن عبد الله يتخيل هذا الموقف والنبي إيده يعني رأسه بين يديه رأس النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وينظر لهذا الموقف ونقول له خلي بالك أنا يعني بين إديك طبعا ليس خوفا ولا شيء لكن بقول له ده موقف يعني أن المواقف المحسوبة فقال معمر رضي الله عنه وأرضاه أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه ده نعمة من نعم ربنا ده ربنا بن علي بهذا الصنيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل إذن أقر لك يقول معمر رضي الله عنه وأرضاه فحلقت للنبي صلى الله عليه وسلم حلق معمر للنبي صلى الله عليه وسلم كما حلق معمر لغيره ربما من الصحاب ده نوع من أنواع التواضع النبي عايز يعلمنا أني مهما كان الإنسان هو في أحسن من نبي ده نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم دولة في ذلك الوقت الجزيرة العربية كلها دانت للنبي عليه الصلاة والسلام كله أصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن مع هذا لا يتكبر ولا يتعالى بقي أمر أيها الإخوة والأحباب وهو إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبب الخلق في الله جل وعلا في ناس تكره خلق الله في الله سبحانه وتعالى في ناس كده عن يمتي تقولك تعمل الطاعة تحس أن أنت لا عايز تعمل الطاعة وتحس أن أنت أصلا لا كفاية لحد كده إذا كانت الطاعة جاي من عندك يا عم بلاش الله الغني لسانه حال الناس يهاجد لماذا؟ لأن اللي بيأمر بالطاعة ينفر الناس الأمر فيه غلظة والطاعة في حد ذاته على ما فيها من حب على ما فيها من ثواب عظيم لكن تشعر اللي بيأمرك ده كأنه كأن فيه هو بمن عليك بيقولك ده أنا بعلمك وخلي بالك كويس قوي وعد العوام عندنا وعد الجمال دي يا سيد الفاضل جمال ماذا؟ أنت تدعوني إلى ربي إلى خالقي إلى راحيمي إلى الرحمن الرحيم إلى الودود إلى البر التواب فلابد أن تحببني أنا في الله سبحانه وتعالى مهما كانت هذه الطاعة إن تعرف أن تبقى الطاعة عظيمة وشاقة فإذا حبب الداعي خلق الله في الله جل وعلا يقدم الإنسان على هذه الطاعة وليس هناك من شيء شوف القرآن ما هي يتحدث يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذابي الأليم خلي بالك أدم إيه؟ أدم الرحمة الأول ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه ورحمتي سبقت غضبي هنا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحج عمال يحب بالناس فيجيب لهم هذه الطاعة يجيب لهم بعض المقبلات حتى يقبل الناس هذه الطاعة العظيم على سبيل المثال لنا ذكرناها في بعض الحلقات نبي عمال يقول لهم رحم الله غفر الله للمحلقين يقول والمقصرين يقول رحم الله المحلقين يا رسول الله والمقصرين رحم الله المحلقين فلما رأى إسرارهم قال والمقصرين المحلقين والمقصرين أختم وأقول أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحج أمال يراغب الناس يقول لهم إيه هتنفق وفي مال هتنفقه ألف اتنين عشر عشرين تلاتين أربعين أكثر أقل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إلا أنت أنفقته سيعود لك مرة ثانية تابعوا بين العمرة والعمرة بين الحج والحج فإن متابعة بينهما تذهب الفقر والذنب كما يذهب الكيرو خبث الحديث الحديد وإلى الملتقى في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديد يارحباها الله منزلكا يحفو إليها إلى أفيائها البشر خذني إلى البيت تسعى في جوانبه نسائم بأمان الله تنتشر اشتركوا في القناة